بالنسبة للحكم اللي صادر على ابتدائية الريباطقية القضاء اسرة واللي صادر بتاريخ تسعو ثلاثة الفين وعشرين ميل فراقم تسعتاش الف وستمية وعشرين الف ومئةين وستين وكان تقدم ما كان تقدم واحد الزوج بطالب يرمي الى يرمي من المحكمة الابتدائية الى اجبار الزوجة دياله على ان تمكنه من المعاشرة الزوجية والدخول بها المحكمة صدرات واحد القرار واحد الحكم عفوا حكم اللي كان اعتبره حكم حقوقي وكينسجم مع مدونة الاسرة والاسيما المادتين المادتين ربعة واحد وخمسين وكينسجم ايضا مع الاتفاق قياس الدولية قبل ما نديرو تعليق عليه لابد داما نقرأوا يعني شنوى التعليلات التي اعتمدتها المحكمة واللي بالمناسبة لها كانت شكل كلها من قضيات فضلايات وهذا الشياء القضائي شنو جاف شنو الحيثيات اللي اعتمدها او ما هي تأسيسات القانونية التي اسسها عليها حكمها يقول الحكم وحيث انه باستقراء المادة واحد وخمسين مدونة الاسرة يتضح ان المساكنة الشرعية في الوقت ذاته واجب وحق لكي للزوجين وهي انما تدرك بالصفاء لا بالجفاء لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقع ان احدكم على مرأتي كما تقع الباهيمة وليكن بينهما رسول قيل وما الرسول يا رسول الله قال القبلاء القبلاء والكلام ويستشف من ذلك ان الشرع الحكيم لم يجعل من الباء مجرد غريزة وقضاء عابر للوطر بل قرنها باداب معاشرة التي يجب التقيد بها من طرف الزوجين عند صفاء الجوي بينهما ولا يتصور قط احترام هذه هذه الاداب متى وجد ما يكدر ما يكدر صفو حميمية ويقوض من جداب الشريك لشريكيه فلا جرم ان نتنفيذ معاشرة الزوجية من طرف الزوجة جبرا بعد الحكم عليها قضاء يجا في مقاصد الشرع من الجماع المتبتلة في بعث السرور عند الزوجين معا توطيدا للعلاقة بينهما بما يكفلت كتير النسل والعفة عن الحرام فانا سبع له هذه العرف الطلب يعني هذه الحيتيات اللي تبدتها مدون الاسرة واللي تأسات على المادة الربعة والمادة والمادة واحدة وخمسين اللي كتشير لتزامات الزوجين بعضهما البعض لي المساكنة الشرعية وايضا اسست آآ قرارها الحكيم والشجاع والتاريخي والحقوقي على قول رسول صلى الله عليه وسلم يعني يستشف من هذه الحكم انه لا يمكن اجبار المرأة قضاء على على المعاشرة الزوجية لان المعاشرة الزوجية تقتضي المحبة والرغبة فيها وتقتضي الاطمئنان وخلو النفوس مما ينفر منها وتقتضي ايضا ان يوفر الزوج السقف الواحد الذي يخلق جوه الامان والامن والسكينة والاقبال على الحياة باطمئنان كافي يعني انه المحكمة خلصت على انه لا يمكن للزوجة اه لا يمكن للزوجة ان يجبر ان يجبر زوجته قضاء على المعاشرة الزوجية كما ايضا لا يمكن ان ان يجبر ان تجبر الزوجة لانه ممكن تكون دعوة مقابلة عكسية ان الزوجة هي اللي كتطلب الزوج ديالها حكم حقوقي لانه لا يمكن لا عقلا ولا منطقا ولا دينا ولا انتفاقية الدولية ان ننزم الزوج او الزوجة بالمعاشرة الزوجية كيف ما سنفيد الحكم كيفاش غالتنفده يعني حتى يستحيلوا تنفيده لان المعاشرة تتم رضائيا وتتم في مكان يحفظوا الاسرار واشهد القوة العمومية اللي غالتنفد الحكم واشهد الجيات تنفيد غتعين اه غتعين المعاشرة الزوجية يعني الحكم يعني اصلا لا يمكن تنفيده والحكم على اعتبرنا احنا نحن الحقوقيين ومحامين وحكمون حقوقي لانه كي كرس اه العلاقة الزوجية والجنس مرتبة بطبرة ضعق وبالتالي فهذا اتجاه من القضاء على تجريم الاغتصاب الزوجي بي كانوا يقولوا هات الزوجة ملزامة وخاصة تنفد او هات الزوج ملزام باش من قشفوا الامور غير من حيث ان الزوجية يجبروا زوجتها راح تاعدين لعطينا الحق راح تاعدين الزوجة ممكن ان تجبير زوجها على على الدخول في علاقة جنسية لانه سبق المجموعة ديالنساء تقدموا طلبات رجوع الزوج الى اه عش الزوجية ماشي غي فقط ان ان الزوج اللي كي طلب الزوجة ديروا باش ترجع البيت الزوجية راح تاعدين احكام تقضي ايضا برجوع الزوج الى بيت الزوجية وحتى النساء اه كثير من الزوجات تقدمنا بهالطلب بهالطلب هذا وهد الحكم يشكله سابقة لانه شخصيا كنت سبقلية الطالات ممكن نعطيكم سبقلية الطالات الى حكم ديال المحكمة الابتدائية بتوريت صادر بتلاتين واحد الفين وتلتاش اه ميل فسبعة ميل وتلاتة وخم سيلة اتناش هاد اه هاد الحكم هذا على خلاف ما ذهبت الى المحكمة الابتدائية بالرباط صادر بانه يلزم الزوجة اه بالمعاشرة الزوجية واعتبر وعتبرنا في حينه احنا يلا تنشر ولكن يمكن اعتباره يعني مخالف للقانون والاتفاقية الدولية وبالتالي فهد الحكم ديال ابتدائية توريت لم يكن مؤسسا على اساس صحيح من القانون والحكم الابتدائية ديال الرباط في قسم قضاء اسراء اللي صدرته مجموعة عمل القاضيات وبمناسبة كل شكية رحية استساؤول مجموعة عمل القاضيات صدروها هاد القرار هل يتعلق الامر بانه واش ممكن نتكلموه على قضاء يعني قضاء نسوي او قضاء نسائي قبل اكس يعني اول نخصنا من حيث الدستور ومن حيث القانون المغربي اه ما احنا بعدناش اشكال في ان المغريب كان من الدول اه ربما سباقة في الدول العربية والاسلامية اللي معمرها فرضات حضر على ولوج المرأة للقضاء وهذه الحمد لله من حسنات القضاء المغربي القضاء اللي كنت تعتبر قضاء حقوقي وقضاء متقدم اه ما عندناش اه تمييز تالي فيوكل للنساء ان يبوت ان يبوتنا قضيات ان يبوتنا في جميع القضايا وكان القرار كان واحد طعن اه كان واحد طعن فهذا القرار اصدرته قضيات ومحكمة النقد اجابة اه بناء على الدستور وبناء على القانون النظام الاساسي للقضاء اه لا لا يحضر او احتضن ضمن قضاء الملكة لا يحضر على النساء اه البت اه في قضايا معينة بالعكس يمكنوا البت يمكنهم كالرجال قضاء الرجال ان يبوتنا في جميع القضايا بدون الاستثناء يمكنه للقاضيات ان يبوتنا بصيفة قانونية في جميع الملفات كيفما كان نوع من الاسرة للجنيات القاضية التوتيق على التعينات مؤخرا القاضية قاعدة للتوتيق وبالتالي فالمغرب الحمد الله متقدم ومجموعة القيود اللي كنا في مجموعة عم الدول العربية والاسلامية لا نجد لها ماتيلا منذ الاستقلال بل بل ايضا قبل الاستقلال كانوا مجموعة من القاضيات وبالتالي فانا كنقول ما كنش قضاء نسائي كن قضاء كن قضاء واحد هو قضاء مغريبي سواء كانوا فيه النساء او الرجال ولا اعتقد شخصيا ما كان اعتقدش على ان ان النساء هنا يعني غلبوا شي منطيق او عاطفة بالعكس الى نقول ورائك الراجل اللي تقدم الطلاب هما بالعكس ومحموا العلاقة الزوجية اللي تكون مساء على الرضاء وعلى الصرور لان العلاقة الزوجية بينها الصرور بريع المحبة بريع الالفة هن لباس لكم وانتم هن لباس لهن واش اللباس كن لبسوه بخاطر لكن لبسوه بالسيف وبالتالي فهذا الحكم الحقوقي وهذا كانت من نوع ان المشارع المغريبي يدخل ويجرم الاغتصاب الزوجي ماشي فقط يعني لا يجوز اجبار الزوج على او الزوج او الزوجة على ممارسة الجنس بالعكس تصنع تابروا ان اجبار هو نوع من الاغتصاب الزوجي وهذا القضاء هذ القضاء اللي سلكاته المحكمة الابتداء بالرباط وقضاء وقائي لهذا الجرائم ديال الاغتصاب وديال العنف وغطر عليه واحد سؤال ما الحكم اذا الزوجة رفضت او الزوجة رفضت العلاقة الجنسية فهنا يحق المتضرر اللجوء الى القضاء للمطالبة بتطلاق للضرار او تطلاق للشقاق يعني كينا مساطر المساطر لتنفيذ هاد المعاشرة الزوجية او عدم تنفيذها فاليمكن للشخص المتضرر رفع دعواء الى القضاء ما انا سنقول لك هادشي حميمي ممكن كيش نعرفه ويكون واحد يتداعي ممكن كيش يدخل واشغنديرو خيبرة باش نشوفوها السيد اه لا سيامان ما كانش يلا كان لكان عندهم اولاد راكينا العلاقة الجنسية راكينا ما كانش اولاد كيفاش القضاء يتأكد بان اولا واحد النقطة هنا راح تل منطق كيفاش غنعرفو هاد الناس واش كي مارسوا العلاقة الزوجية كي مارسوا العلاقة الجنسية والمعاشرة وما كي مارسوهاش كي قد دعا كل شخص اذا لم يقرز زوج او لم يقرز زوجة فلا يكونوا نعرف حاقة الامور ولا قضاء مع الاحتمال ولا قضاء مع الاستحالة طبية الحالة اذا حكم ابتدائي قابل السناف وتمنوا فعلا ان هاد الميل في وصل السناف وصلحت النقد وشخصيا لا اشوك قيد المولا لان القضاء المغربي سينتصر للرضائية في العلاقة الجنسية وسينتصر اه سينتصر للتفاهم وللسكينة ولطمأننا دبا غير غير منطقيا اخلاقيا بلا مشور قانون وكيفاش غا ممكن كيفاش ممكن القاضي يفرض على واحد جوج الناس يدول المعاشرة وكيفاش غا يمكن اثباتها شبتي معايا اثبات نفيدو اثبات المتناع واش غا تجيبو كاميرا نصوروهم شبتي معايا يعني مي شبتي معايا شوف را العلاقة الجنسية ومعاشرة هي اهلات مفعق الزواج وكتعبوية تعبير معناوي على الحب مش فقط هي مجرد علاقة جنسية را قلنا نرى الله وصفه باللباس واللباس هو عنوان الكارماء عنوان الحميمية وعنوان المظهر ممكن عندو الحق يدير تعدود لك ان الزوجكة تمتعلق عندو الحق يدير طلب التعدد عندو الحق يدير اطلاق مش ضروري احنا اي مشكي نمشون لا نفتي ولا القانون الزوجة زوجة مكتم تنتانع الا الى اداء واجباتها او الزوجة او الزوجة امتانية عن الاداء الواجبات كد الزوجة هي المخلة ما عم كشكلم عن تعدود لان تعدود للرجال ماشي تعدود للنساء ولو ان القانون والقضاء كي ضيق التعدود الى اذيق الحدود ميك تكون امور مستحيلة معاينتها مستحيلة اثباتها مستحيلة تنفيدها كيفاش يضبط صور معايا كيفاش واحد غير رغب واحد على الدخول في علاقة حميمية من نتاج عقد الزواج ومن طب ظهوراته ومن متعلقاته احنا ما ممكنش نجبر واحد غير يكون صديق ديالك او رفيق ديالك في الصفر غير الصفر واق الزوجة ما فيش غير علاقة الجنسية رفي المحبة في الالفة في الاسرة في تربية الاولاد احنا كانت من ان كل ما عنده خلاف مع الزوجة دياله خلاف معناوي خلاف مادي خلاف حول العلاقة انه يصلح ذات البين يدخل مستحيلة الصلح ويدخل العائلات ويصلحوا ولكن لا كانشي كانشي تعنت من اي طرف فراكي المساعة القانونية تحمي الطرفين معا من شروط المساكنة الشرعية من شروط الاحترام من شروط الكرامة من شروط الانفاق يعني راكي الالتزامات الى رجعنا المادة واحد وخمسين نقرأ عليك المادة واحد وخمسين منذ اسرة الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين الاول حاجة والمساكنة الشرعية اللي هي العلاقة الجنسية بما تستوجب من معاشرة زوجية والاحصان والاخلاص والعفة وصيانة العرض المعاشرة بالمعروف رقم جوج وتبادل الاحترام والمودة والرحمة والحفاظ على مسلحة الاسرة ثالثا تحمل الزوجة مع الزوج مسؤولية سير ورعاية شؤون البيت والاطفال رابعا تشاور في اتخاذ قرارة متعلقة بتسير شؤون الاسرة والاطفال وتنظيم النسل خامسا حسن معاملات كل منهم لابوه الاخر ومحارمه واحترامه وزيارته واستزارته بالمعروف حق التورث بينهما يعني هناك مجموعة من الحقوق المتبادلة اللي كرستها مدومة الاسرة وكتكرسة ايضا الاتفاقية الدولية اللي صادق عليها المغرب وبالتالي يعني فهذا مش مشكل عويس هناك عدة طرق حبية واتفاقية في اطار يعني في اطار اه ودي واخلاقي لاصلاح ذات البين اما القضاء فيجي واني ظل بعيدا على هذه الخلافات الحميمية اللي غيصعاب القضاء يتأكد اولا من توبوتها ومن وجودها وبواحد اشارة شركم رابعا بالنسبة لهذا الميلف اللي تكلمنا عليه ذي الرباط رابعا اصلا الزوجة كانت لا تمانع لا تمانع اصلا في الحكم عليها بالمعاشرة الزوجية ولكن المحكمة لا يعني ان طرف طرف راضية بان ان تلزمه بالدخول في العلاقة الجنسية والمعاشرة ان المحكمة ستلزمه المحكمة منطقها واحترام القانون وليس ارضاء رغبات الاطراف لان هذه مسائل متعلقة بالنظام العام اللي الزواج رم بناء الحرية الجنس بناء الحرية وخايكون هناك عقل زواج ما كيم كيش كون انك اجبار وهات الزوجة ولهات الزوجة اللي غتجبروا على العلاقة الزوجية كيفاش غتصور العلاقة الزوجية في اطار اجبار وهو اسسها الصرور اسسها المحبة اسسها المساكنة هناك احكام كوبرا منطل الحكم هذا تستطيع تغيير عقليات راه صاحب جلل الله ينصره محمد السليس غير العقليات ديال المغاربة ومولوك غير العقليات العلماء يغيرون كل شي غير الفقهاء يغيرون احكام قضائية تغير احكام قضائية تغير غير في اللباس ديالنا كمغاربة في المظهر ديالنا انت معي العلماء يعني منذ الازل ما كانوش النساء ديالهم متحجيبات او كانوا البنات ديالهم متحجيبات كانوا كيمشون مدراسة منذ قبل الاستعمار منذ بداية المغرب كانوا الناس البنات كيمشون مدراسة بدون حجاب والنساء كيمشون مدراسة بدون حجاب لم يكون هناك غلاق او تزموا تحتاجوا الافكار وهابية وبعض الجماعات متطرفة هذا الحكم سيؤسسني ما بعدها لأول حاجة هو تجري من اغتصاب الزوجي واحترام هذا ليس جاي يحمي حق المرأة هذا جاي يحمي العراقة الزوجية والحرمة ديالها وانها مبني على الحرية والاختيار وعدم الاجبار الاجبار ممكن ان تجبر البهيم ولكن لا يمكن ان تجبر المرأة وان تجبر الرجل على ممارسة واحد الخيار واحد السلوك جنسي مشروع وملائم وتختار له الوقت والزمان والمكان والعقلية ماشي بالعنف والاجبار قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابونوا فلاشين فيبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعية موسيقى